يحتفل الأردنيون هذه الأيام بالعيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة هذا اليوم الوطني الذي يستذكرون فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء لوطنهم الغالي حيث يفتخر الأردنيون وهم يرون بلدهم يحتلوا المكان اللائق به على المستويين الدولي والإقليمي ليبقى على الدوام نموذجا للإجاز والعطاء والخير في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة وبهذه المناسبة الغالية يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأسماءات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وعموم الأسرة الأردنية الواحدة راجين الله أن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار وأن يعم السلام في الأرض المقدسة